الحقيقة المخرج اللي منورنا النهاردة في القاهرة اليوم حضرتك بسهولة تقدر تعرف أعماله لو حتى الصوت مقفول بتاع التلفزيون لأن ببساطة الصورة بتاعته دايماً مبهرة دايماً فيها تفاصيل كتير جداً وقوية جداً النهاردة منورنا في القاهرة اليوم المخرج الكبير ياسر سامي مساء الخير مساء المخرج الحمد لله تعالى أنت عارف أنا لما قلت يا ياسر قبل الفاصل فكرت كده أقدمك إزاي فرحت قايلة طرعت كده من قلبي النجم المخرج يعني مش المخرج بس وده مجدد لا مش الدرجة دي يعني نجومية دي كلمة كبيرة طب أنا أقول نجومية ليه؟ أقول لي أقولي طيب أقول أن نصر السعيد ده أبسط الحاجات أقول النهاية أقول أجهر أقول أحسن الإعلانات الكليبس مثلاً زي عفاسي لأنا شيخ عفاسي لأنا الحقيقة الكليب ده قريب مني جداً لأول مرة يطلع في الكليب أقول عسيلي أقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه أكمل؟ الله يخليه يعني بالنسبة لنا أنت يا ياسر فعلاً لما بيقولوا يعني إيه إبداية نقولي ياسر زي أنا هتكسف كده أنا هتكسفت كده أنا هتكسفت طيب تحب تبدأ من فين؟ يعني نقول آخر حاجة؟ آه يعني شوفي عايزين نبدأ من فين؟ آخر حاجة لإعلامة محمد رمضان؟ آه مصفوط؟ آخر حاجة كانت هيديا وهو كسر الدنيا الحقيقة قولينا احكي لنا أكتر لأنه كان فيه جرافيكس كان فيه كرياتيفتي عالية برضو آه وبعدين كان برضو خرج الصندوق وعلاقتك مع رمضان برضو وعلاقة جميلة حلقتك مع رمضان ومتهم الحاجات غريبة والله بوسي هو الأعلانات آه هي هي إقاع مختلف خالص عن الكبات وعن السينما وعن الدراما وعن كل الكلام ده وأنا أصلاً آه 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 يعني ربنا خلقني في بيئة إعلانات كان أبوي المخرج محمد سامي الله يرحب الله طبعا هو من أول من أسس الإعلانات كان هو أستاذ طريق نور طبعا طبعا زمان في البدايات خالص ده في أول الثمانينات آه فالإعلان موضوع تاني الإعلان فيه ماركتينج فيه بيع منتج وفي رسالة لازم توصلها في رسالة لازم توصل ميسج للجمهور عشان تبيعي البرودكت بتاعك وعشان تكوني كل ده في 30 سنية كانت صعبة جدا تعملي كل حاجة في 30 سنية والطارجت من الإعلان أنك تبيع البرودكت فلازم يبقى الإعلان فيه فكر يخليك تقتنع بالبرودكت فآخر إعلان ده عملت أنا ومحمد تكلمني محمد أنا عايزك احنا عندنا مهمة كده عايزين نعملها فقلت له إيه فبعدين عملت الكرياتيب الكرياتيب في الإعلان بتعامل frame by frame لأن أحيانا بنعمل فكرة مدتها حقيقية متتتعدداش الثانية طبعا فالثانية دي 24 جزء 25 جزء في الدراما 24 جزء في الإعلانات فبنعمل 24 frame فكرة في 24 جزء من الثاني فعملت الفكرة ودخلنا ونفذناها وده كان project برضو سريع مش فاكر إنه كان خد وقته يعني ولكن الحمد لله هو أي عمل بتحبيه وإنت بتعمليه أو بتحبيه وإنت بتعمله ده بيبان جوه الموضوع بس أنا يمكن بحس دايما الصورة بتاعتك فيها إبهار كده يعني دايما الصورة بتلمع فيها تفاصيل كتير فيها ألوان ما برداش بالحاجات الأوليالة دي العين بتشوف يوميا وخصوصا بعد وجود السوشيال ميديا كل الناس بتتفرج إنت بقيت كنت زمان بتقعد تستنى مسلسل لما يجي الحلقة بكرة ولما تشوف إعلان يعني ليه سيزن دلوقتي إنت بتقدر تقلب وتشوف أخبار على انترتينمنت على حاجات كتير قوي في دقايق بتقلب تقلب تقلب مدة الفيديو اللي بتشوفه ما يتعداش إلى 20 ثانية 30 ثانية تشوف العالم كله بتشوف أفكار إنت بقيت تشوف الناس في بيوتها ده حقيقي فدي أفكار كتير جدا عليك فعشان تتخطى كل ده وتبقى مميز لازم يبقى عندك شيء من الإبهار والإبهار مش معناها البروداكشن الكبير قوي بس معناها الفكرة الشازة جدا المختلفة جدا اللي هي ممكن تقول إيه ده وجد في بالهم إزاي صح إحنا بنتعب قوي بقى في الحتة دي بنوعد ندور على إيه ممكن ما يكونش جاه على خاطر أو بال حد أو يكون مقرر طب وإيه جي في دماغ كنتو بتعملوا أغنية مافيا برضو لمحمد رمضان مننا بنتكلم هنا عن محمد رمضان وهنا عن محمد رمضان التراك ده أنا أفتكر أنه هو كان ليه برضو ستوري صغيرة كده أو هلخصها يعني أن رمضان كلمني قال لي بص بقى أنا حاسس أنه لسه ما ما عملتش الشيء اللي يخليني أقف على ستيج أنا أنا يعني وخصوصا كنا بنعمل نسر الصعيد كمسلسل فكان هو عامل إعلان ناجح جدا اسمه أقوى كارتف مص طبع طبعا وإحنا بنصور نسر الصعيد كنا بنصور في الصعيد في إينا في أهل إينا ناس لطاف جدا وطيبين وإنا صعيدي على فكرة عشان كده كنت حافي المسلسل فكانوا كنا واخدين زي سفينة كده اللي هي بتنقلنا في النيل ميش ضخمة كده بوت ضخمة كده ده مكان السكن بتاع الكرو كله فالناس عرفت إن محمد رمضان في بايت هنا يعني فبقينا بالليل تلاقي النيل في الصعيد أحلى من القاهرة طبعا الناس عندها رحوا نوره منور طبعا تلاقي مراكب كتير رح تملمو مع علينا وأقوى كارت في مصر وقعدوا عملوا حاجات فقالت له يا محمد ماشي الله قال لي أنا منبهر أنا مش مصدق قلت له وغني خد الخط قال لي أنا بفكر وعامل وسمعني وكان المفروض بعد نسر الصعيد على طول هنعمل حاجة سوى تنزل في العيد فما الحقناش المسلسلات رمضان بتتقفية داخل فهو نزل بـ number one وبعدين عمل الملك وبعدين بعدين فترة تصل به قال لي أنا حاسس إن أنا لسه في حاجة نقص يعني ما تيجي نقض مع بعض عندي حاجة كده وسمعني الأوديو أنا محمد صحاب جدا يعني برا للشغل إحنا صحاب نتقابل في أي وقت في أي نقض نفكر كده فقعدنا فسمعني ما في فقال لي بقى إيه هنعمل إيه قلت له بص أنا عندي فيجن مش عارفة وصفها لك يعني مش عارفة سكل الله هقوله لك إن إحنا الفيجن دي في عصر المافيا وهو إحنا اخترنا كلمة مافيا للتراك ده حمد بصراحة عنده كده أبكار ذكية هتلاقي في اسم المسلسلات مثلا النصر الصعيد هتلاقي الأسطورة كلمة يعني ليه طريقة حاجة شد أه أه هو زكي قوي ما شاء الله في الاختيارات طبع مافيا ده اسمي يسوق في أي حتة في العالم كلمة مافيا دي صح وكانت مهمة يعني والغنية بتقول مافيا 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 أنا مافيا يعني فيها أكشن كده فقالت لي طيب أنا متخيل الفيجن معينة شكل المافيا مش عارف أقولك بس هو ده العصر قال لي تمام يعني أنا واثق يلا نشتغل فروحت عامل كل الحاجات وعملت سينا بس عامل كل الحاجات إيه ده فيها رأسة من الرأسة دي أنا عايز أقولك فيه بقى الرأسة دي طلقت من دنا ومحمد ومسا ما تعرفش إزاي وقى فبيقول لي احنا هنعمل قلت تعالى نعمل رأسة بسيطة كده فهي بتبقى ثلاث يعني ثلاث رأسة عشان تتحفظ لازم ما تبذيتش عن حركتين ثلاثة إزاي فبقول له يعني بنعمل كده بنعمل كده فقال لي مثلا قلت بقى مسكين مسدسات لازم يرقصه فهو رح عامل بقى الحركة دي كاملة فأنا اتحكت وانا بتفرح عشان عملها من قلبه قوي عملها بإخلاص فلما عملها قلت له بس يا محمد نحن نجيب بقى مي البنوتة اللي هي فروحت قلت له هتعالي نعمل كذا كذا والبنت اجتهدت واضفت وعملت الموضوع وانتشرت وكانت خضة لنا يعني بصراحة نجاح كبير كنت عند عمر عاكف المونتير بتاعي حبيبي يعني فهو عمر برضو حب إيه يسخنوا عملنا المونتاج وقفلت الموضوع ونزلناها وأول مرة نشوف رقم مليون كل عشر دقيق نعم أو كل ربع ساعة يعني بتعمل رفراش تقليل مئة ألف مئة ألف يعني دي الحد النهاردة من أعلى من أعلى الفيوز طوعت محمد رمضان اللي عملها في تريف I think أه يعني هو ما كان قال لي كذا وقعي أنت تالنت وبعدين التالنت دي توظفت صح مع حد حط التوتش الجميل ورتب الدنيا مع بعضها فهي كومبينا كلها على بعض خطير وقع كمية برضو كمية ده أكيد كمية بتبقى برضو بس أنت نجحت مع كل المواصلين برضو بجد يعني إحنا شفنا يوسف الشريف في النهاية بحاجة برضو عمل مختلف تماما بتتكلم على فكشن كمان بتتكلم على حاجة مختلفة وبعدين حاجة أنت الكواليتي بتاعتها على ما أعتقد أنها اتخذت بعد كده في نتفليكس أو اتعرضت في نتفليكس وهي أنا أقدر أقول دلوقتي أنا قبلها كنت أخاف أقول الجملة دي إن هي أول صفحة في مدرسة الساي فاي بتتعامل في مصر لأن قبل كده ما كانش فيه جدية في الموضوع خلو بيخافوا يقربوا فيها أعملها كوميدي هي حرفين كان بتتعامل كلها كوميدي بالضبط إنما دي أنا كان فيه نقاش بيني وبين المنتج طبعا وقلت له يعني هو الموضوع حتى كي مش بطريقة كده غريبة يعني سألني أنت لو عملت ده تعمله إزاي كنت بعمله حاجات تأني خالص فقال لي قلت له بتعمل كذا 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 وكملت كلامي في موضوعي الأساسي قال لي لا لا استنى لاحظة كده قال لي أنا عايزة أعرف تاني كده اللي أنت قلته فقلت له هنأعمل كذا والديكور كذا والجرافيكس كذا وهيبقى فيه كذا وابتاع لي يعني لو جالك مسلسل زي ده ندخل بقلبه ونعمله وقلت له أه بس يبقى تحت إقدارتي بالكامل بس الفريق كله كان مصري؟ كله فريق كله كان مصري يعني الجرافيكس اللي احنا شايفينها دي ده شركة عمر عاكف المنتر بتاعي من سنين وصديقي طبعا كل التحية والتقدير طبعا من أهم المنترين وتركيز كان رهيب الفكرة في المسلسل ده أن الناس كلها كتحبل خطوة وأنا بعد توفيق ربنا طبعا كانت الأمور الناس مقتنعة يعني من الصعوبات أنك تقف لممثل ما عملش حاجة قبل كده بتقول له في حاجات في الهوى هتبقى حواليك وتعمل كذا وهو يتفاعل معي هو يمثل بالمنطقية دي واللي خلى هذا المسلسل تحديدا يبقى منطقي أكتر أن أنا ما خلتش الناس تتعامل مع الجرافيكس يعني إحنا مش داخلين نعمل مسلسل جرافيك إحنا نعمل مسلسل دراما إنساني إنساني وهندعمه بالجرافيكس وهنتوره بي فبقيت أقول للممثل التعامل عادي وأنا هشتغل على اللي أنت عملته براف يعني واحد زي عمر عبدالجليل كان صعب جدا أن أنت تروض فكرة معاه ومثل كوميديان وبيعمل تراجي دي طبعا مرعبة بس لأنك تقول له هتعمل كده وعتشيل حاجات من الجو الممثلين لما تقول لهم كده بيركزوا في اللي بيعملوه فبينسوا التمثيل إنما قلت له دايماً اتكلم وإنت بتعمل حاجات بس لما أخدش منك مجهود طبعا يعني عدته المشاهد كتير في بعض الناس ولكن ما أخدوش وقت لأن أنا كنت دايماً بأفل المشاهد وأجي مثلا بعدها بيومين أروح موري الممثل فيقتنع أكتر المشاهد اللي بعدها تبقى أسهل المشاهد اللي بعدها تبقى أسهل فبقى الطبيعة معاهم وهم بيتعمل اللي بيفتح تلاجة اللي بيشاور على مش عارفه اللي بيدرب نار من حاجة ما بتطلعش نار بتطلع ويف كده يوسف برضو كان يعني كان يعني تفاعل جداً مع الفكرة وطبعاً مش هنسى نذكر صنع الفكرة عمر سمير عاطب طبعاً وكان بيننا وبين بعض كان فيه كيميا محترمة قوي التطوير بصراحة كان من عندي كمخرج لانا أنا أنتو تكنولوجي شوية أنا بحب الفكرة إنما عمر كاتب فكر فعلاً مختلف وكان فيه بعد فيه بعد للمستقبل يعني عن أحداث أحداث موجودة بيقال إنها حتم مستقبلاً لو مشينا على هذا ربنا ما يجيبها يا رب يا رب منشوفها نشوفها بس في مسلسة للنهاية يا رب ما يجيبها في أي حاجة يعني رب من يفضل كده دايماً بديني بلاف سلام صورتوا في قد إيه لأنه إحنا الديكور شايفينه مختلف لوكيشنز خطيرة الملابس رهيبة يعني التفاصيل كلها اشتغلت عليها فترة قد إيه وصورتوا في قد إيه 89 يوم تصوير وكان عندنا 20 يوم في الأردن المناطق القديمة الجبلية اللي هي تعتبر كانها جزء من فلسطين صورتوا المسلسل دا كله في ثلاث شهور آه تقريباً ما شاء الله اتحضر في شهرين ما شاء الله آه هي بقى الفكرة في التحضير حتى تتحضر قبلها شهرين شهرين آه لأن كان فيه مصنعات كمان غريبة آه طبعاً فيه أسلحة مش موجودة فأنا كنت بعملها 3D الأول وبعدين أنزل عملها برينتينج ثري دي فيه مكان برينتينج ثري دي وبعد ما بتتعامل بتتعامل لها تقوية بشكل معاني دي بلاستيك آه وتتدهن ويجي يتعامل لها أرت وورك تلون على أسناد بناء أسلحة قديمة وعدد كبير يعني حوالي 150 سلاح عشان يبقى فيه عندك جيش بيدرب وكده طب وجزء تاني فيه أو ما فيش جزء تاني؟ النفسي طب وإيه حصل ليه؟ الكرونا آه وقفت المشروب بس أنت دايما مع جزء تاني في أي مسلسل؟ لما يكون بيكمل أحداث قوية طبعا مع الجزء التاني إنت عندك مسلسلات ضخمة جدا في وقالات كبيرة أو منصات كبيرة زي مثلا جيموفترون ومش عارفين ودائما الحاجات دي فيه أجزاء ناكحة جدا هي المشكلة بيبقى لو الجزء التاني جينا مستعجلين عليه هو ده اللي بيفسد الأمر لو إحنا داخلين كمان على رمضان فأكيد بالزبط يعني أنت بتعاني لو هتعمل عمل في رمضان بتعاني من الوقت دي حقيقة الحاجة التانية لو عملتي عمل ونجح ولقتي من النجاح ويقولك إيه طب ما نعمل جزء تاني ده يفشل الجزء التاني لو مخططة من الأول أنك تعمليه جزءين هيطلقه نكحين بس إنها يستحق جزء تاني إنها يستحق جزء عاشر بصلاح أه والله الله العظيم كان مسلسل خطير لأن الجزء التاني كان جزء التاني كنا كاتبين فيه لائنز إنه هو كان هيبقى بدائي جدا فعصر خلاص ما فيش تكنولوجيا فالناس رجعت للأسلحة البدائية على ذكرة أنا بؤمن بقى بالكلام ده والله أنا لسه كنت بقول لأحمد إحنا يمكن ويمكن دكتور محمد صلاح اللي بيكلم آه على الخيال إنه غالبا غالبا والله يا ياسب جدي ده ما عرفش ده من وجه نظري إن الناس بعد كمية التكنولوجيا دي هترجع لكل حاجة بدائية خلاص هنرجع نحرب بالجوم حوصي في بعض المقولات بتقول إن أيام الفراعنة وصلوا لتكنولوجيا إحنا ما نعرفهاش بس لما تهدمت الحضارات تهدمت معها التكنولوجيا وبدأنا بنقاله جديد فده دي مقولات بتتقال يعني أساطير ولكن طبعا في كانت تكتير جدا ممكن يقرر أو ممكن يكون في المستقبل كده طبعا طبعا فده كان الجزء كان تخطيط بني وبين عمر سمير وعصف فيه جزء بالشكل ده وكان هيقابل ابنه في نفس سنه لأنه هو كان حصل له حاجة اسمه سبات اللي هو جسمه كله جمد يعني ده كان في آخر حلقة يعني هو بعد كده لو لوحظت آخر حلقة هو لما كبر لو تفتكر المتلسل قابل البنت الصغيرة في سنه فدي كانت التكملة يعني مفتطة لي عشان كده كلها نفسينا في جزء تاني وإن شاء الله يتم أتمنى 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 لو أنت عملت ساينس فكشن وعملت دراما وعملت كوميدي وعملت حاجات مختلفة كتير جنرة مختلفة بالنسبة لك إيه الأقرب واللي أنت شايف أنه أنت لا أعايز تكمل فيه أكتر الرسالة نقدم رسالة أي أن كانت أقدم رسالة أنا شايف أن المخرج هو انتماءه للي بيعمله حبه للي بيعمله يخليه يعمل أي فكرة بأي أن كانت كوميدي أكشن تراجيدي يعملها مدام هو مقتنع بيها إنما أنا بعمل لي أنا بعمل لي رسالة حتى لو في فيلم كوميدي يبقى فيه رسالة دي عشان أولادك؟ عشان أولادي وعشان أولادنا كلنا آه لأني اللي بيبقى عنده اللي عنده أولاد دائما بيفكر لسه كنت بقول لي ياسر دلوقتي إنه أنا بحب أولادي يدخلوا أفلامه عشان هي مش مبتزلة مضيفة آه مفيش حاجة غلط بتتقال مفيش حاجة غلط بتتقال ولا نظرة ولا حاجة فانة حابة إنهم يتفرجوا حتى لفكرة إنهم يتحكوا بس على فكرة فكرة الديحك دي لوحدها رسيلة على فكرة بقى متحفز بشكل ما على قد ما أقدر لأن أنت برضو عندك الماركت يبتدى يبقى ليه بيفرد طبع فكرة معين يعني إحنا الرقابة بتاعتنا آه قوية وبسيطر بس خلاص أنت بقيت برا ننتقل رقابة فيه ناس لما تبقى مش قادرة على الرقابة بتروح تعمل برا بتبعته فاللي بيجي في إيدي شخصيا على أقل من ناحيتي بحاول أحافظ قدر الإمكان إن شكل العرض يبقى مهزم مهزم متزم بس بس هو برضو أنا بقول إن أي حاجة من غير رسالة ومن غير حاجة تفيد الطرف الآخر من المشاهد أنا بضيع وقته يعني زي زي الشطان وعد أنتهي بضيع وقتك وخلاص لازم حتى لو في الداحك يبقى فيه رسالة زي المطاريد مصر زي المطاريد وزي بالموندو حسن رداد آه طبعا آه يعني فيه كوميديا بشكل ما ساخرة كده وليها في الآخر تصحيح يعني لو فيه أخطاء ليها تصحيح جوه الدراما أوكي فبس يعني هو ده اللي أتمنى أنه يبقى دايما بيتعامل مني أو من غيري المطاريد كان تقريبا يعني ناس ربطته بـ 4-2-4 على طول هو كان أه وولاده مشتقى عشان كده حطيت الفنان يونس شلبي كده في الأول بالجرافيكس في الأول الفيلم إن ده ابنه يعني مكمل نفس المسيرة تكلمني على الفيلم ده وإزاي اشتغلت عليه وعارف كمان إن بنتك ما استلت فيه بارس اسمها بارس فبنتي آه والله كانت تحب قوي تمثل بتحب تمثل في المدرسة فدايما تقول أنا مش شايفيني أنا حاسة أنه حاسة أنه عندي يعني أقدر أمثل وأعمل دور كذا وأعمل دور كذا فده أنت حب التمثيل هلتلي آه أنا كأب هنا تعملت مش كمخك بصلاحة قلت لها طيب أنا حديكي حاجة لو قدرتي تعمليها نشوف نشوف وما بجملش ايه فهي قلت لها بس لو ما عملناش ما تزعلش فعملتها قلت لها هي بنت ما بتتكلمش وبتتعامل بالإشارة بتعرف تعملي كده هل تجرب وده أصعب على فكرة فجربت فجبت المؤلف ساعتها وقلت له يعني إيه رعيك فبس قال لي إيه ده هي فعلا كده ولا هي بتعرف تعمل كده يا مهرب قلت له لأ هي فجئتني بصراحة فجت وقلت الأول اللي حكت عليها شوية عشان ما تتعلقش قلت له أنا عايز أعلمك حاجة تعلميها البنت ناس هيجوا يعملوا كده فأنا عايز شوفها عشان لو اتحرجت يعني هتبقى صعبة ايه صدمت بنتي يعني فلاقيتها شطرة جدا وصراحة ما خدتش رأيي خدت رأيي اللي حوالي هقلوا لي دهائلة فجيت وعملت قلت له تعاليه بقى وخفت من أول ما شاء تخايف عليها جدا خايفت تصدم لأنها حقفها وهجيب حد طبعا بصراحة فجأت فجأتنا يعني مش هقول فجأتنا أنا أب طبعا شادت فيها مجروحة بس هي طلعت شطرة طبعا وبقت في وسط صحافها بقى مميزة أيها مبسوطة كده وجات شركة التوزيع والمنتج قال له للبروديوسر يعني قال له احنا عايزين البنت صورتها وتحط في الأوت دوز حطها ده مدرستها غلط فجأتنا مميز جدا يعني فجأتنا ده حظك والله أنا مش قاوس ربنا ربنا هو اللي عمل كده بس ده فرق معا نفسيا وكمان هي كانت حقيقي حقيقي والله مش عشان أنا ولدها هي كانت شطر يعني كانت بتقدي وبتتكلم بجد وبتعمل الإشارة ده حقيقي كلنا شوفنا في الفيلم فوقعت تسمع النقد عليها أوكي والحمد لله يعني طب انت بقى قبل بنات ما شاء الله علاقتك ايه ببناتك وعلاقت عندك ولد صغير سنة لسه لسه يا سهما البنات قريبين قوي من الأب علاقتهم ايه بمميتهم بقى عشانها السنة بعيني من الموضوع ده بابا هو كل حاجة بيحبوها جدا بس هي البنات للأب طبعا في لحظة مختلفة حتى كده الولد شاية الولد لذيذ جدا انا عندي فارس وبرل وبريتي ده البنات وعندي زين هو الولد ما شاء الله فالولد شاية انا مشوفتش كده في حياتي طبعا طبعا انا ده اخر المعنى قد ده تسيبوه يعمل هو عايزه أصلا اه هو بيعمل من غير ما يسعلك كل حاجة طيب مشاريعك اللي جاي ايه ان شاء الله طبعا بدون مقاطعة انا عندي فيلم انا عندي كذا فيلم المفجود في فترة اللي جاي اداخلهم يعني من كوميدي بس عندي فيلم مهم قوي من منطق اللي اتكلمنا بيه عندي فيلم بعمله انا وهاني سلامة الله ده الكمباك بتاعت هاني سلامة بشكل قوي وهو عمل تدريبات قوية جدا للفيلم ده تدريباتي بقى حاجة اكشن هو ساسبنس ساسبنس وعمل تدريبات مش بس جسدية عمل تدريبات نفسية للفيلم لانه الفيلم ده زي منطق النهاية بالزبط مش ساي فاي ولكن فكر جديد جدا مفاجئ اوكي ولو هقول لكلاين كده على الفيلم عشان من قدرش احرق التفاصيل هو بيخص بيخص السوشيال ميديا في تأثيرها السلبي على ولادنا اوكي خبرة بيات والفيلم مالوش علاقة بالسوشيال ميديا كسوشيال ميديا بس هو حقيقي مش عايز احرق الفيلم بس هو حقيقي بيبين الجانب الدارك للسوشيال ميديا ممكن يعمليه في ولادنا مستقبلا الله ممكن يحصل ايه فهو الموضوع ما بينه ما بين بنته فهو فيلم انا بقى ازعم انه هو فيلم مهم جدا على المستوى الاجتماعي دا الكل الاعبار بقى وعلى المستوى الفني كمان لانه انا عامله concept الامريكين موفي اللي هو يقدر نقدر نعرضه في اي حتة في العالم يخص الدول تحف هتبدأ فيه امتى هتشتغل عليه امتى ان شاء الله اخر هذا الشهر بدئين تصوير حلوة اول معي ياسمين رئيس ومعي هاني ومعي احمد رفعي ومعي بقى مجموعة كبيرة من الممثلين يعني في تيب واللي انت قلت وده احمس الناس كلها ان شاء الله هيكسر الدنيا فيلم فعلا حلو طبعا كتابة عمر عبدالحليم عامل فيلم السرب هو اخر فيلم ليه كتابة رائعة وعمر عامل زي كده قبف هكاتب بقلبه قوي ايوه ايوه من قلبه ومنتجنا طبعا المحترمين طبعا طب انت بقى علاقتك ايه بالسوشيال ميديا لان انت عامل بتتكلم هون انت بتعمل فيلم عن الجزء الدارك بتاعها والحاجات السلبية بتاعيتها انت علاقتك بيها ايه بدرسها بس مش مش ما فيش انجاجمنت لا ازاي ده جاسة سيبتا تكنولوجيا كلها صدقني ما بركز يعني ما بركز في حاجة دي اكتر ما بركز في شغل يعني انا لسه حتى بشتكي بقولهم انا جمعة ما بدورلي على حاجة محس ان انا مقل فعلا انا ما عاربش يعني لا والولاد كمان بالابليكيشن سنابشات والحاجات دي كلها في حتة تانية خالص عندي كل الحاجات تقع تلك السوشيال ميديا بس انا مش مهتم بتدعمها ما بدعمش غير لما يكون عندي عمل يستهد حاجة اقدر اقدر اقدمها للناس ايه او حاجات اجتماعية بس انما هي مخيفة طبعا هي روم كده مخيفة عايز اقلك سؤال اخير سريعا جدا انا عارف دايما ان انت ليك علاقة بالتكنولوجيا وبتحب تستخدم احدث الحاجات اللي في الدنيا هتستخدم الاي اي اي في شغلك ولا لا اللي مايتعلمش اي تكنولوجي جديد يبقى متأخر طبعا حتى لو حاجة ضدنا توظفها طبعا لازم تتوظف طبعا بادرس الاي اي بقالي ثلاث سنين للوقت كمان اللي انا عارف بوجودها ومستقبلها لان هيجي وقت للأسف حيتلاقي حاجات من المهن طبعا بسبب ال اي اي مش هينفع تقول لا انا معتصم لازم انت كقسم اتطور نفسك صح مع الشيء اللي بيلغيك عشان تقدر تستخدمه هو شخصيا وتقدر تستمر عشان تقدر تقدم رسالة عندك حال بس